أعتقد أن الحكومة التي ستتشكل في تونس بعد هذه الانتخابات ستكون علاقاتها جيدة مع الدولة المصرية ولا يمكن أن تكون العلاقات خاصة مع الإخوان فبطبيعة الحال الإخوان نعرف ما هو وضعهم ونعرف ما الذي حدث هذا كانت حكومات الترويكا تقيم علاقات جيدة مع الإخوان هذا ليس موقف الحكومة التي ننوي تشكيلها